حياكم الله أخ محمد صديق مرحبا بدكتور عزام التميمي نستأنف هذا الحوار الممتع معك حياكم الله وأنا تعلمت الكثير منك في هذه أنت أستاذي يا أستاذ الآن ذكرت لي في نهاية الحلقة الماضية أنك عندما دعوك الطالبان إلى قطر قبل عدة سنوات ذهبت إلى هناك والتقيت بهم هل لديك معلومات أنت شخصيا عن دور قطر وكيف حصل هذا الدور لقطر أن تكون وسيطا بين الطالبان والولايات المتحدة الأمريكية نعم أنا من قبل سنتين دعيت إلى قطر من قبل إخواننا الطالبان والتقيت فيهم وكان يرأس وفدهم الأخ الكريم ملاء أبد الغني برادر هو كان في اللقاء موجود معنا تباحثنا قضايا عدة التي تتعلق بأفغانستان واستفدنا بعضنا من بعد وأنا كنت مقتنبي بعض مواقفهم بأنهم يمثلون الإسلام أو هم أقل شيء أقرب إلى الإسلام من غيره أقل شيء أقرب إلى الإسلام من غيره فكنت أحيانا أقدم لهم مشورات في قضايا المباحثات التي تجري بين هكومة الأفغانية والطالبان ويطلب مني أن أقدم لهم مشورات كنت أقدم لهم أنت ذهبت إليهم كمستقل أم كجزء من الحكومة؟ لا أنا ذهبت إليهم كمستقل كرجل مستقل حتى ما كنت أنوب المنازمة التي أنا أنتمي إليها أذهبت إليهم كمستقل بشخصك؟ كشخصي لأنهم يعرفونني وأنا عارفهم وأسنام وكنا في حكومة وهم كانوا في معارضة كنت دائما أرأس وفد الحكومة التي كانت تشكل المصالحة مع الطالبان دائما كان فيه محادثات شغالة مع حكومة قرزاي والطالبان؟ لا في حكومة الصدربان والطالبان قبل كرزاي كان شغالة كان شغالة ممكن 17-18 حوارات جرى بينهم هذا قبل الغزو الأمريكي قبل الغزو الأمريكي وعتى أحمد شامسود بنفسه راح والتقى بهم في مقرهم في ميدان المهم طالبان بعدما نشطوا وتقوّوا بدأ حكومة قرزاي يبحث عن مرجع يتكلم معه بخصوص قضايا الحرب والصح مع الطالبان فالطالبان لأنهم كانوا في قائمة سوداء للأمم المتحدة وأمريكان كلهم كانوا متشتتين في داخل أفغانستان أو في خارج أفغانستان لا أعرف بالذبط لا أحد يستطيع أن يسمم كيف يتكلم حول المصالحة في أفغانستان والدولة الكرزاي تقول أنا مستعد وكون مجلسا للمصالحة أيضا كان يرأسه أستاذ رباني رحمه الله هذه الرغبة من حكومة كرزاي في التفاهم مع الطالبان هل كانت بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية أم برغبة ذاتية؟ أنا حسب معارف كرزاي ما كان يستطيع أن يقرر أي شيء صغير هذا عمل كبير إلا بسماح من أمريكا لأنني عشت مع كرزاي كنت في مجلس الأزراء معه وكنت مستشاره أيضا ما كان يستطيع أن يقرر إلا باستيزان من أمريكا من وقت مبكر الأمريكان أدركوا أن لا مستقبل لهم في أفغانستان نعم لا مستقبل لهم في أفغانستان وأدركوا بأن للطالبان شعبية وشعب أفغانستان يريدهم أدركوا وبعدين يعني في الحقيقة خسروا في الأرواح وفي الأنوال وفي الصمعة عشرين سنة حرب وفاشل في الإصلاح الأفغاني أمام دراجة بخارية نعم نرجع إلى اجتماعات قطر بعدين نعم بعدين أمريكا وكرزي وافقوا على إلجاد مركز للطالبان فذهبوا إلى باكستان وطلبوا من باكستان بأن يجمعوا لأن موظم طالبان كانوا في سجن باكستان هذا مولا عبد الغني برادر كانوا في سجن باكستان 8 سنوات من عام 2011 إلى 2018 كانوا في سجن في باكستان قالوا يالوا يععملوا مركزا حتى يراجعكم الناس أنتم كقوة الآن في أفغانستان نتكلم في المصالحة نتكلم في أمور أخرى لأن هنا قضية باي بلاين يأتي من تركبانستان إلى باكستان هذا في مليارات مليارات دولارات إيش اسمه استثمار هذا نفط نفط نعم فهم أمريكا وكرزي وباكستان اتفقوا لإيجاد مركز للطالبان حتى يتفاهم معهم لحل مشاكلهم هم فالطالبان اشترتوا قالوا لا نحن نقبل أن نكون في دولة مهايدة مو في باكستان مو في أمريكا مو في أوروبا في إهدى الدول الإسلامية وشرطاني أن يطلق سراح سجنانا فيهم ملا عبد الغني برادر وفيهم عنس حقاني ابن جلالدين حقاني لأن بدونهم نحن لا نستطيع أن نقررهم هذا أنس حقاني اللي كان في غوانتنامو لا هذا أنس حقاني كان في سجن باكرام لم ينقلوا إلى غوانتنامو فأطلقوا سجناهم وقتر حسب ما سميت عن طالبان هي التي رشت نفسها لإستدافة مكتب الطالبان في دوح فالطالبان وافق أن يتمركزوا في دوح الآن وجد عنوان للطالبان ووجد عنوان لدولة أفغانستان الآن ممكن يكون هناك خط جوي بينهم للزهاب وإياب حتى يتفاهموا حول قضايا الصلح وهول قضايا الأفغانية وهول قضايا مشتركة بينهم مثلا بايبلاين يستفيد منه الطالبان ويستفيد منه دولة هكومة الأفغانية هكذا اتفقوا وأوجدوا هذا المكتب هذا بدأ منذ متى؟ من سنة كام تقريبا؟ هذا من سنة 2014 يمكن 2014 2014 2014 بدأ هذه كانت البذرة التي أثمرت ما نراه اليوم ما نراه اليوم فأنا جلست معهم وتفاهمنا وكان وجهات نظرنا متقاربة جدا في كثير من الأمور إلا بعد الاحتفاظات كان عندي تحفظات تحفظات عفوا كان بعض التحفظات عندي ومن ضمنها قلت لهم أنا لا أؤيد العمليات الاستشهادية أنتم تسمونه أو الانتهارية ليسمونه هكومة كابل وسط عامة الناس كانوا يقومون بعمليات؟ بعض الانتهاريين إذا ما كانوا يسلون إلى الحدف ينفجر وسط الناس ويقتل بعض الناس قصدي هل كان جزء من سياسة طالبان؟ لا لا ما كان من سياسة هم كانوا يبعثون إلى مراكز أسكرية مثلا ولكن قبل أن يسل إلى مركز أسكرية هذا الاستشهاد لا ينفجر يكشف أمره يكشف أمره إنما يتبادل النار مع الشرطة الأفغانية ينفجر يروح ضحايا من الأبرياء ضحايا من الأبرياء نعم هكذا صار صداقة بيننا وبينهم وبعدين واستمر الحوار بعد ذلك أو كان ذلك لقاءا وحيدا؟ لا لا كنت أسبوعين دحم وبعده كان لقاءات عن طريق واتساب أيها تفاهم تبادل آراء الآن تذكر تكلمنا في إحدى الحلقات السابقة عن أن الطالبان كان عندهم تشدد أو تزمت نعم أو تعصب في بعض المواقف بعد عشرين عاما تظن أن الطالبان طرأ عليهم تغير؟ الطالبان أعتقد هم اعتبروا من فصل الأول الطالبان اللي حكموا أفغانستان أو جيل الأول تعلموا منهم يعني تعلموا منهم واعتبروا دروس كثيرة جدا في دور الأول كانوا متشددين بمعنى الكلمة الآن أنا أرحب هذه الخطوة عالنوا عن عفل عام وعالنوا قال الدماء وأنوال الناس ولو كان أشد أو ألد عدانا مسؤونة ما أحد يستطيع أن يتجاوز عليه شوف الآن راهوا إلى حيرات فتهوا حيرات وقبدوا على إسماعيل خان وهو كان أمام الشاشات يحارب الطالبان ويطلق النار قبدوا عليه ثم أطلقوا سراء قال عفوا عام عفوا عام لا نقتلكم كما عفى رسول صلى الله يقول كما عفى رسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقال الناس انتم ازهبوا انتم التلقاء لا نقتلكم والآن شوف في داخل كابل كارزاي موجود كارزاي هو الرجل الذي قام بتدمير دولة طالبان في البداية وجاء على دبابات الأمريكان كرئيس الدولة معفون أنه وعبد الله عبد الله هو الرجل الذي دعا أمريكا إلى أفغانستان هنا ما كان في بنشير هو هو المفتاح الوهيد الذي أتى بالأمريكان إلى أفغانستان عفوا عنه الآن موجود في داخل أفغانستان فالآن شوف أرتباد النساء تقمنا بالمظاهرات ضدهم وتلفزينات الآن مفتوحة ومدارس مفتوحة والجاميات مفتوحة كل شيء مفتوحة فإذن هم تغيروا في أسلوبهم ولكن شيء الوهيد الذي أنا أخاف منه حتى لا يرجعوا إلى العنف تاني مرة ما هذا الشيء ضغوط العالمي الآن شوف عملوا بلاك لفلوس الأفغان لأموال الأفغانستان لم يعترفوا بهم ويسمونهم بأسماء كذا وكذا أعتقد هذا الأمر لو يستمر هم يواجهون الصعوبات والصعوبات لا تلد إلى العنف بل أزيدك أمرا الكاتب البريطاني جوناثن كوك نشر مقالا في موقع ميدل إيس آي وترجمة وترجمته نشرت في موقع عربي 21 ينقل فيه عن مصادر في السي آي بأنهم لن يتركوا أفغانستان تستقر نعم وأنهم سيستخدمون عملاءهم وسيحرضون حلفاءهم حتى يتظل الأوضاع سيئة في أفغانستان فهذا تحدي كبير لواجه الطالبان نعم وأيضا لعلمكم للتعييد هذا المقال الآن فيه بعد مستندات في أفغانستان وبعد شايعات في أفغانستان لا سيما من قبل اتهاد السوفيتي ومن قبل السين بأن أمريكان هم الذين نقلوا داعش إلى شمال أفغانستان حتى يزلزلوا اتهاد السوفيتي بأيسا أنهم في الشمال والسين بأيسا أنهم جيرانا في قسم أفغانستان في شمال قصدك روسيا والسين نعم روسيا والسين يزلزلوهم هم بأنفسهم نقلوا هاولي إيش اسمه الدواعش أو يسروا أو سحقلوا لهم أنا أنا أقول لك هاجة أحد أصدقاء الحميمين حقا لأن كابل قال أنا أعرف واحد من داعش في شمال أفغانستان حلف قلت كيف هاتيت إلى شمال أنتم كنت في جنوب إلى شمال آلاف كيلومتر كيف هاتيت قال بواسطة سيارات وزارة الدفاع والتيران الأفغانية ولا قال أنا قال أنا سميت هذا يعني قبل سقوط الحكومة قبل سقوط الحكومة نقلوهم إلى الشمال لزعزعة استقرار في روسيا وفي في السين شوف الآن أنا أريد أن أسألك عن هذا الأمر وهذا أمر فعلا يحير كثير من المراقبين كيف انهارت الحكومة وانهار الجيش وانهارت الأجهزة الأمنية رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت عليها مليارات الدولارات كيف انهاروا فجأة نا عدة عمور عدة عمور أمر الأول والأساسي هو وجود شخص أشرف غني رئيس الجمهورية شو صار أنا أقول لك قصته زوجته مسيحية هو منين أشرف غني هذا من أين أشرف غني من لوقر من لوقر من قوم بشتون ولكن عاش عمره في أمريكا هو كان يدرس هناك جاءوا به من هناك يعني لا علاقة له بتاريخ الجهاد في أفغانستان لا بد ليس مثل كرزاي لا 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 كرزاي مجاهد هو ما يعرف أفغانستان كيف جاءوا به فجأة هكذا مؤامرة وإلا الشفغني لو تقول له اخرج من قصر رياسة الجمهورية وتقول له منطقة معروفة في أفغانستان خذني إلى هذه المنطقة لا يعرف كيف يمشي لا يعرف أفغانستان لا يعرف حتى لا يعرف كابل بعدين هذا أشيع بأن زوجته بنى كليسة في داخل قصر رياسة الجمهورية معقول نعم هذا واضح وصانيا بدأ في تفشي يعني زوجته أمريكية أمريكية لبنانية أمريكية ولكن ولد في أمريكا أصله لبناني هو درس في لبنان أظن درس في لبنان أمريكية نعم وابنه الوهيد واحد ذهب عنده قال نريد نسألك أنا أفغانستان قال أنا ما عرف أفغانستان أخذ بي بي سي أنا ما أقول صحف بي بي سي أخذ بيد صديقته وركب طائرته وراه إلى الجزيرة يتفرج قال أنا ما عرف أفغانستان وبعدين شو كان تعليق هذا المزيع أو الصحف بريطاني قال نحن كنا نعرف بأن هذه الطائرة اشتري بأموال أفغانستان وهذا بيت الفخم اللي في واشنطن هو من مال أفغانستان ولكن هذا يقول أنا ما عرف أفغانستان وبعدين كل هذه الأمور وفصال يعني نحن نتكلم عن شخص وعائلة تحكم بلد لا تنتمي إليه لا تنتمي إليه ولا ترحم عليه ولا تحبه ولا يعرف أن تقاليده حتى شوف أخي مرة شو قال واقف في صلاة الجنازة بدأ يسجد في صلاة الجنازة نعم لأنه ما يعرف كيف يسلي كلامه الأخير المسجل المسجل المسور يقول كان عشورة اللي استشد إمام حسين رحمه الله يقول أنا متأسف بأن حفيد حفيد الله سبحانه وتعالى قتل في كربلا استغفر الله بعد أسبوع أفهمه قال أنا أعتذر حفيد رسول الله هذه قصة سخطت معه سهوا كلمة رسول لا 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 هو يقاني يفكر أنه لله ابن عيسى عليه سلامه لأنه عاش في أمريكا وعاش في كنيسة ما عرف أن الإسلام في ذلك لم يسمد يوما واحدا من أجل ذلك الجنود والشرطة والعساكر والشعب لم يسمد 11 يوم أمام الطالبان 11 يوم لأن عرفوا إنهم يخدمون شو الرجل الذي لا علاقة له بأفغانستان ولا بعضات أفغانستان ولا بتقاليده ولا بدينه ولا بشعبه وبعدين يعني قضية التي أفسح عليه جميل إيش اسمه أحد مخالفي كان قريب عنده وبعدين تركه اسمه فدلي هو كان رئيس مكتبه هذا الذي طلع مع المجموعة الطالبان لما دخلوا القصر نعم كان جالسا معهم نعم هو قال شو قال أخي قال شهريا كان وظيفتي أن أجمى 3 ملايين دولار لزوجة زوجة الأولى للبلد رولا غني السيدة الأولى سيدة الأولى شهريا 3 ملايين دولار وبعدين الآن اكتشف بأنه اشترى جامعة في أمريكا بـ 56 ملايين دولار زوجته شعب أدرك إن هؤلاء ماذا يفعلون شرطة أدرك لأن شعب أفغانستان شعب مسلم فهموا إنهم لو يخدمون يخدمون أكثر من مسيحي ولذلك حقيقة كما سمعنا عودة الطالبان لم تكلفهم شيئا ولا شيء البلد كانت مفتوحة أمامه نعم ولا شيء ما عدا بانشير وسنتكلم عنه نعم وادي بانشير ولا شيء حتى وادي بانشير لم يثبت وبعدين الأمر الثاني وجود الرجل هذا أمر الله صالح جنبه هذا الرجل ما هو من من هو هذا الرجل من بنشير أنا عارف اثنين أو ثلاثة في أفغانستان شخصيا ما عارف غيرهم أنت ذكرت لي أنه يوما كان رئيسا للمخابرات في وقت كرزة رئيس المخابرات لخمسة سنوات بعدين الرجل الذي هو ملحد في أفغانستان هذا هو أمر الله صالح ملحد ملحد لا يعترف بالله بوجود الله حتى سموا علم طالبان الذي كتب عليه لا يلا محمد رسول الله يقول هذا علم أنتم ماذا تسمونه هنا نسميه ملانسردين جحة علم الجحة نعرف جحة نعم هذا علم الجحة لا نقبله أنا كيف أقبل عمل علم الجحة لا لا صار العلماء علي ضده أنا مستهيل أقبل علم الجحة في أفغانستان أنا سوى حاربه فهذا الرجل أيضا هنا ما كان في رئيس المخابرات شوف أخي مر على أفغانستان حالات حرجة جدا حتى في وقت الشيوعيين ما كان سجناء من العلماء أفغانستان بمقدار ما كان في وقت أبر الله صالح يا سلام نعم أننا كنا نظن أن العهد الشيوعي كان أشد بطشا بالمسلمين لا الشيوعيين يقبض عالم وفقداني أما في وقته فقط علماء و مكتوب مسجل عند أمم المتهدة في كابل وأنا شاهد أنا وزير في مجلس الوزراء إتناشر عالم أقل شيء قتل تحت التعذيب وكان هو يشرف على هذا التعذيب إيش يتهمهم بأنهم مع طالبان مثلا مع طالبان مع طالبان كل من يعارض الحكومة يصبح طالبان طالبان ويقتله ويدرقه طبعا هذا كله تستفيد منه طالبان فعلا كله استفاد منه طالبان هذا الأمر وأمر الثالث وجود دوستم هذا دوستم معروف معروف في أفغانستان من وقت حكومة شيوعية هو بدأ بالقتل ويستمر حتى الآن لا يعرف إلى القتل والآن هرب هرب وبعدين في دشت ليلي هنا ما هاجم أمريكا من الطالبان قبد على ألفين ما قد بالطالبان استسلموا أنفسهم له بدأ يدعى ألفين طالب في كنتينيرات وبعدين يرش عليهم وقتلوا ألفين وقتلهم في الكنتينيرات كنتينيرات وهذا قد دية دشت ليلي يعني دشت ليلي سحرة باسم الليلي سحرة ليلي دشت ليلي هذا معروف في كل أفغانستان استعرف هذه نفس الأشياء التي تكررت في العراق فيما بعد نعم وهو يفتخر بنفس أنا قتلته في دشت ليلي ألفين طالب فكيف الشعب يعرف ما حوله وبعدين إشاعة الفحشاء يا أخي نائب وزير الداخلية بنت جميل نائب وزير الدفاع بنت جميل نائب قائد على قوات المسلح بنت جميل نائب محافظ كنار بنت جميل نائب محافظ قندهار بنت نائب شو كان قرار يعني هذه الرسالات يعني الناس كشفوه زوجته يقرر يوظف البنات وزوجه أشرفغاني يوظف الرجال بس هكومة لنا فريد وليس من أفغانستان أشعب عدركوا من أنت ليش تعرف هذا ليش تعمل هذا فكل واحد رحم بالطالبان بدون أي مشكل طالبان داخل كابل وأسقط النظام وقبل ما يدخل هم هخذوا فلوس في طائرات وفروا هذا مؤكد مئة بالمئة مؤكد حتى بالأمس ناتق رسم باسم طالبان قال إننا مشاكل اقتصادية ونتيجة لأمرين أمر الأول إن أمريكا حجزت الأموال حجزت الأموال وأمر الصاني الشرفغاني وأمر الله صالي أخذوا الأموال من البنك قبل فرارهم وذهبوا وبدأ أخذوا سبع ملايين دولار من بيت أمر الله صالي هناما دخلوا بنشير سبع ملايين دولار وجدوها عنده وجدوه سبع ملايين طيب سنعود إلى بنشير لكن بعد أن أخذ فاصل قصير إن شاء الله إن شاء الله عندما كنت تتكلم معي عن أحمد شاه مسعود رحمه الله نعم كنت تتكلم عن رجل مجاهد رجل نبيل يعني شعرت بأنك تكن له الكثير من الاحترام نعم ما قصة ابنه ابنه كان هنا موجودا في بريطانيا وفجأة إذا به في بنشير يريد أن يخوض حربا ضد الطالبان وقبل أن يعني قاومهم تخدم لهم بمطالب شبه تعجيزية هل يمكن أن يكون على سيرة أبيه أم هو أبعد من ذلك يا أستاذ دكتور عزام أحمد شامسعود سماه شيخ عبد الله عزام نابليون الشرق هو كان رجل زكي رجل تقي ورجل مجاهد ومسلم ولكن ابنه حديث السن ما عنده إلا اسم الوالد لو تشتب اسم والده ليس عنده شرق أمصاله كثير في أفغانستان خلينا بصراحة ولكن هذا الرجل أحمد مسعود غرر من قبل بعد حلقات حوله قال أنت ستدام بمقاومة الثانية وتكون مثل والدك بتل بتل في المعارك ذات الطالبان ونحن نساعدك ونحن نجيب مساعدات من خارج البلد من دولة كذا وكذا وكذا بدأ ينفخون له كل شيء فهذا الرجل من باب حداثة السن لم يعي بالمؤامرة بأن أناس مغرزين يريدون أن يؤدوا أغراضهم من خلاله هو فلم يقبل بعرض الطالبان وأنا أرسلت له ما عرف هل وصل لي رسالتي له أم لا أرسلت له رسالة مباشرة أرسلت له رسالة مباشرة قلت يا أحمد أنا كعمك ويحترمني وممكن تسألوا يحترمني وأنا أحترمه كنتم تلتقون هنا نلتقي في أفغانستان هنا أي مكان أنا قلت له يا أحمد أنا أنسحك بثلاثة أو أربعة أشياء أرجو أن تصغى إلي وأنا أقول لك كلام الذي تريده ولا أقول لك مثل الآخرين كلام الذي يفرحك أنت بحاجة إلى الكلام الآن وليس بحاجة إلى الكلام تفرحك أول شيء أن البنشير ليس بنشير وقت أحمد شامسعود في تلك الأيام كان أحمد شامسعود وأستاذ رباني وأستاذ سياف ومن البشتون هاجي قدير وغيرهم آلاف عمالقة هؤلاء عمالقة كلهم وحتى من الشياء خليلي ومحاق كلهم كانوا في داخل البنشير هذا واحد وبعدين جاء الظرف أن أبراج نيويارك سقطت وأمريكا تدخل وإلا كان مسعود أيضا في مشاكل لأنني كنتم موجود هناك ربما كان في نهاية المطاف سيئة نفاهم مع الطالبان خلاص صانيا يدك نذيفة ونقية من دماء الناس ويدك نقية من أموال الناس فلا تلوثها وخلي لا تسيء إلى سمعة أبيك لا تستطيع أن تقام أنا كمجاهد عندي خبرة الآن كل أفغانستان في جهة وأنت في در في وادي لو حاصلوك شهرين ما تستطيع أن تأكل وتموت جوعا فأرسلت له هذا الرسالة ولكن بكل أسف بكل أسف الآن صار ما صار لم يثمت يومين أين هو الآن؟ الآن هو أنا عارف مكانه بالدفت ولكن أقول خارج أفغانستان ما أقوله أين ولكن خارج أفغانستان لكن هو فعلا خارج أفغانستان نعم بعد يومين ثلاثة يام خارج أفغانستان مو داخل أفغانستان وأذن أمر الله صالح خارج أفغانستان؟ أمر الله صالح كلهم خارج أفغانستان كلهم خارج أفغانستان كان بعض الناس يتوقعون أن تدور رحى معارك شريسة في بنشير لكن ما حصل؟ الذي عنده قليل من خبرة العسكرية والذي عنده قليل من الفهم والعقل حتى وادي في مقابل 35 مليون إنسان عندنا 24 محافظة لو يجيب طالبان من كل محافظة 500 نفر يصير 15 ألف نفر يستوعب جميع الوادي كالنمل هذا الوادي عبارة عن مجموعة من القرى لا هو وادي طوله 120 كيلومتر طويل عرضه في بعض الأماكن 500 متر في بعض الأماكن كيلومتر أكثر شيء كيلومترين وبعدين داخل الوادي أو دي أخرى تفرعات نعم بعدين هذا الوادي ليس له مفار أو ليس له هدود ما دول أجنبية محصور 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 في جهة منها في شرقها لغمان في غربها بغلان وفي شمالها بروان فمحصور كل أماكن الآن طالبان وفي الجبال طالبان ومن تحت طالبان ومن فوق طالبان وبعدين شو عملت طالبان؟ سياسة قوية جدا لعبوا ماذا عملوا يا أستاذ في بنشير؟ حتى يدربوا تاجك بالتاجك قائد العالة لفتح بنشير واحد من بداخشان اسمه فسيح الدين قاري فسيح الدين هذا من الطالبان؟ هذا من الطالبان هو قائد وموزموا الذين اشتركوا في درب بنشير تاجك فقط من جهة واحدة كان من أهل قندهار وهلمان من جهة شمال باقي ثلاثة جهة كلهم تاجك جاء علي فلم يثبتوا وكان صعبا يثبتوا لو أنا أكون هناك كان صعب علي ليش أنا أبالغ في الأمور؟ حتى العلماء البنشيرين انسحبوا حتى الباغ ما تبقى من هؤلاء الذين كانوا يريدون الفرار هاجم الشعب البنشير بأنفسهم على ثلاثة عليكوبترات ودمره حتى لا يفر فقط أخذوا عليكوبترين وفروا الآن محافظ بنشير مين؟ محافظ بنشير من بنشير أحد علماء البنشير تعرف الآن وزير التجارة مين؟ وزير التجارة من بنشير صديقي حميم اليوم اتسل فيها اسمه أجي نور الدين من بنشير معناه في وقت أحمد شامسود من هو قائد الأمن في بنشير؟ هو بنشيري من بنشير يعارض أحمد مسود ويعارض أمر الله صالح تعرفي أحد مسود ليش قاومه؟ لأن بنشير والتاجي كلهم كانوا واقفين مع مسود ما كنت تجد بنشيري واحد يقف مع طالباً أيها لأنه له تاريخ نعم رجل معروف أما هذا ابنه فغر نعم فخسر يعني خسر يعني خسر لا سمعه لا شوف أصاب نفسه وبعائلته وبالمقاومة بكل شيء أصاب أنا ولا زعلان وحزين عليه يعني هو كان رجل نقي متعلم درس حناء فاهم ما قتل ولا دجاجة أخذوه وودعوه في محلكة حسب علمك مما نسمعه الآن أن أعداداً كبيرة من الأفغان يريدون أن يتركوا البلد لأنهم لا يتصورون العيش في ظل حكومة طالبان هل كل هؤلاء اشتغلوا مع الأمريكان يعني كم عدد الناس الذين كانوا يشتغلون مع الأمريكان هل لهم بهذا العدد الضخم لا ما اشتغلوا كلهم تعرف الناس كالمعادن فيه أناس ليسوا مع أمريكان ولكن يريدون الحرية بمعنى الكلمة فيه أناس منغرقين في شرب الخمور فيه أناس يحبون الموسيقى والرقص وهذه الأشياء والطالبان بالطبع يمنع هذه الأشياء لأنها علنوا أن أمار الإسلامية هكومة الإسلامية فهؤلاء يحسون بالتضايق واختناق ومن أجل ذلك لا يستطيع أن يعيشوا تحت سلطة طالب الذي يدعوهم للصلاة يا أخي صلي وهو طول عمره مثل أشرف غني ما صل فإذا هو متضايق ويخرج هذا واحد والثانيا لا بد أن نكون واقعين المشاكل الاقتصادية الآن أنا واحد حكالي من كابل يعرف رجل عنده خمسة ملايين دولار في البنك ولكن الآن يمشي وراء البوت يقترض فلوس لا يستطيع أن يسحب دولار لماذا؟ قال لا يستطيع أن أسحب ماذا أكل؟ أنت رجل سري لا أنا ليس سري نقفل في البنك والبنك أسبوع يتينا 200 دولار فهذا سعب قضية اقتصادية الآن سعب وعامل الثاني الاقتصاد فأنا أنسح طالبان أن يفكروا في قضايا الاقتصادية في أفغانستان شوف قرآن الكريم ماذا يقول واسكروا إذ أنتم قليل مستدعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم هذا أمن ورزقكم من التيبات لا لكم ثم اقتصاد الآن اقتصاد الناس والله قبل يومين أو ثلاثة واحد من جنرالات أقوية من أصدقائي حميمين وأسرياء اتسل فيها قال يا محمد صديق شاكري والله اقتصادي سفر 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 كنت عارف من أنفاسه بأنه يواجه مشكلة قلت ليش؟ قال ما عندي أكل الليلة حتى أخذ رغيف خبز فلوسي كل بان ما يوتيني لأن هذه المشاكل مشاكل اقتصادية لا بد أن يكون في حسبان طالبان حتى أنا أخاف من شيء من شيء واحد أن ممكن أقل شيء هناك ثلاثة ملايين نفر عنده رقم حصاب في البنوك ودعايتهم دعاية الحق إذا لم يعطوهم شهرين آخر لو خرجوا في الشوارع يكون كارثة ودعايتهم الحق أعطيني أعطي فلوسي ما أريد منك أعطي فلوسي صحك أو لا؟ الشيء المحير أن الناس لم يأخذوا رواتب من عهد الحكومة السابقة من شهرين من أحد الحكومة السابقة لماذا لم يكنوا يدفعون للناس؟ لأنهم كانوا يسرقون أموال الناس لأنهم كانوا ينقلون أموال الناس إلى الخارج يبقى الحكومة السابقة تسرق أموال الناس والحكومة الحالية ليس لديها أموال نعم ومن الحكومة الحالية لأمريكا قفل جميع الأموال الآن ذكرت لي أن الطالبان تواصلوا معك ودعوك للعودة إلى أفغانستان نعم لو عدت إلى أفغانستان ماذا تتوقع أو تستشرف أن يكون دورك ما هو دورك أنا قلت لهم أنا قلت لهم شيئين أو ثلاثة أشياء قلت أنا أشاطركم الرأي وأيدكم وأنا أيضا كنت أريد تنفيذ الإسلام والحكومة الإسلامية وجاهدت من أجله 14 سنة ودرست من أجله 18 سنة في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمنية ولكن أريد أول أن تؤمنوا حياتي الأمن والثانيا قولوا لي في أين أنا أستطيع أن أساعدكم في أي مكان تدعوني حتى أساعدكم إذا ما تريدون مني مساعدة آتي إلى بيتي أكل وأخرج فهذا أنا أسمم متى آتي ومتى أرجع صحيح أما إذا أنتم تريدونني عينوا لي في إطار سياسي الحكومي مكان الذي أنا أستطيع سعيدكم أقل شيء أقل شيء لو أكون مستشار لكم أما هكذا كرجل يأتي وياكل وينام أنا مرتاحنا أيضا ما في أي مشكلة هم إذا كانوا دعوك لابد أن يكون لديهم فكرة أنا أنا أكمل بعدين هم قالوا يعني بمستوى قيادات بمستوى وزراء ما أقل من وزراء كلهم يعني عربة خمسة ستة بعدين قالوا يا محمد شكري نحن نحبك وبحاجة إليك كل شيء ما يتم أن تريق تليفون أنت تعالي للبلد نجلس ترتاح أسبوع بعدين نجلس نتكلم ونستفيد منك معهم حق يعني نعم معهم حق في هذا الكلام منطقي نعم لأن لا يتم كل شيء تريق تليفون يا أستاذ هذا هو طبعا الآن العالم منقسم بشأن الطالبان العالم الغربي الذي انهزم في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يغطي على هزيمته من خلال إثارة قضية المرأة حقوق الأقليات أمور من هذا القبيل في جزء آخر من العالم يقول يا عم أنتم انهزمتم نعم وأنتم مرغ أنفكم في التراب هؤلاء الناس عادوا إلى الحكم عن جدارة فلابد من الاعتراف بهم ولابد من التعامل معهم ما موقف الأفغان الذين يعيشون في الخارج من مثل هذا الأمر هل هناك حوار بين الأفغان أنا أعرف الجاليات الأفغانية موجودة في الخارج منذ وقت طويل بسبب الهجرات المتتابعة الأفغان في خارج البلد حتى الآن لم يتمكنوا من أن ينسجموا أنفسهم لأن قضية الطالبان لم تمدي عليه شهر هم جدد وفي محاولات في محاولات أن يوجدوا أما أنا كلمت مع بعض الأفغان اللي في خارج البلد من كبار السياسيين مع كثيرين يعني مو واحد اتنين الكثيرين قلتوا لابد أن توجدوا مرجعية سياسية قضية الحرب انسوها الآن ما يمكن أن نربح أن تربحوا الأمور فيها فونسان من طريق الحرب انتهت الحرب انتهت الحرب إذا أمريكا غزمت انتهت الحرب خلاص وبعدين الآن بانشير انهزم وجرد عن السلاح ما تجد قطع واحد من السلاح الآن في بانشير فإذن الآن قضية قضية سياسية لابد أن نساعد طالبان في قضايا مصالح العليا للبلد ونخالفهم في قضايا التي تخالف مصالح العليا للبلد هذا أمر وأنتم تكون مرجع للشعب الأفغاني وأيضا لأمم المتاهدة والمؤسسات العالمي حتى يرجعوا إليكم كما كانوا يرجعون إلى طالبان في قتر يعني الفكرة أنه تشكلوا مجلس مجلس نعم مجلس أو مرجع سياسي مرجع سياسي حتى يرجع فكرة جيدة نعم عندكم وبعدين إن شاء الله هذا يعني ممكن يخطو خطوة في هذا المجال ولكن يحتاج إلى الوقت لأنهم كلهم من هزموا وتركوا وتريدوا وتركوا القصور والأموال والبنوك بهذه الشوية دغوط عليهم يعني جلاء من الوطن يا دكتور صعب جدا أنا من عشر سنوات ما رحت أبكي يوميا وراء وطني وبعدين أنت تعرف أنا مرة أنا أقول لك قصة كنت في أيام الجهات شاب 21 سنة جاءني واحد محافظ من وقت محمد ظاهر شا تعرف محافظ في وقت محمد ظاهر شا كانوا من أقوى ناس محافظ قابل أنا شفت شوية مترب من باب أنني درست علوم شارية قلت ببعض نصح له حتى يتشجع وحتى يعني ينشد أصغى إليه كثير هذا ممكن قبل ثلاثين سنة قال لي كلمة واحدة قال شكرا على النصح ولكن يا محمد صديق شكري الذي ليس له بلد ليس له ولا شي نعم وأنا أحس إذا لم يكن لك بلد ما عندك ما عندك إكرام ما عندك عزة ما عندك احترام كل واحد تقف في التابور ما أي واحد ما ضالي ورخيص ما يفرق بينك وبينك هذا صعب جدا صعب جدا ودرب قاسي على وهذا محافظ أين كان في الباكستان جاءني إلى باكار في أفغانستان جاءني إلى باكستان لبيت نعم قال الذي ليس له بلد ليس له أي شي أنا سبيت كلامك ولكن ما عندك بلد ما عندك أي شي فسوى البلد يعني البلد ليس مجرد أرض يعيشه الإنسان على سطحها البلد لابد أن يكون فيه أمن صح وكرامة للإنسان يعني إذا كان لا يوجد سيادة قانون ومساواة أمام القانون وشفافية ومحاسبة واستشرى الفساد هذا بلد لا يستطيع المرأة أن يهنأ بالعيش فيه صحيح ولكن ما سقت الرأس مع كل هذا يا أستاذ يظل عزيزا جوه يتكلم معك شجره يتكلم معك حيوانه إنسانه جداره أرضه سماه نجومه كله يتكلم معك ما هذا يسألك وين إقامتك وين تأشيرتك أين جوازك صحيح والله يعني أنك في بلدك طيب الآن أين توجد أكبر تجمعات للأفغان في خارج أفغانستان في ألمانيا وفي أمريكا ألمانيا أكثر من بريطانيا 300 ألف أفغاني في غريب ليش ألمانيا ليش ألمانيا سوال ممتاز بمعنى الكلمة في حرب العالمية الثانية كل الدولة كان مكلف أن تسلم ألمانا للمتحدين تعرف متحدين أمريكا و آه للتحالف للتحالف نحن نسميه متحدين للتحالف أفغانستان لم يسلم قال ألماني نحن أفغان هذا ديوفنا أوسلوهم إلى ألمانيا من ثم بعده هكومات جاء قال أي أفغاني يخد يدع قدمه على أرض ألمانيا هو ألماني على الطول يا سلام في بداية الحجرة أي أفغاني بمجرد وصوله إلى ألمانيا يأتي في جواز فكانت قبلة للأفغان نعم بعد ذلك نتشددوها الآن بروسيجر وهيك يعني هذا من باب من باب هذا الإحصان من باب ذكر الجميل نعم وبعدين يقول ألمان نحن ما نقول يقول ألمان أفغان وألمان من بزور واحد من العرق الأرياني أي جزاك الله خير أي دعم نعم نعم لقلق أرياني أيها كذا يقولون هكذا يقولون لذلك شركة الطيران عندكم اسمها أريانا أريانا نعم لكن كيف أنتو يعني هل الذين حكموا ألمانيا فيما بعد أصلا جاءوا من أفغانستان ولكن كيف كان أصولهم واحدة غريبة يعني غريبة نعم يعني ممكن يعني من تاريخ قديم لكن برضو أنا رأيت بعض الناس في أفغانستان كأنهم أوروبيون صح ملامحهم نعم حتى رأيت قبل فترة أطفال في مشاهد التلفزيون شقر نعم شقر كثير شعرهم أشقر في أفغانستان صح كثير خصوصا ما انتقدناه نسميه نورستان والآية نورستان محافظة نورستان 95% شقر نساء ورجالا نعم هذا يؤكد هذه الرابطة نعم ممكن نعم التاريخية نعم أقول هالو الأريان ليس فقط أفغانستان أظن في جزء كبير من أيضا من شبه القارة الهندية نفس المواصفات أنا سميت أنا أفغانستان ما عندي معلومات في هذا المجال أنا سميت كثيرا من قديم الزمان بأن أنا من أرق واحد مع ألمان طيب الآن أنت تتواصل مع أصدقائك مع أصحابك مع عائلاتك أنا أتواصل مع أستاذ سياف ما هي انتباعاتهم؟ يعني ماذا يقولون؟ سأقولك أنا أتواصل مع أستاذ سياف الحمد لله أنا أتواصل مع سلاه دين رباني ابن أستاذ رباني أنا أتواصل مع أحمد زياء مسعود أخو مسعود صديقي هميم وأحترمه أتواصل مع أخوة قانوني بعدين أتواصل مع جمعة انتباعهم هل هم متفائلون؟ متفائلون لا يعني هم يقولون الآن جو سياسي في أفغانستان جو دبابية لا نستطيع أن نحكم حتى تعترف بعض الدول بالطالبان والآن ليش ما ندخل أفغانستان؟ لأن الآن طالبان كمنظمة مو كالدولة ما عندهم مسؤولية كبيرة لأن الدنيا ما تعترف بهم هنا ما اعترفت الدنيا بهم ونشوف أفعالهم وعمالهم ومن هذا المنتلق ثم نستطيع أن نتخذ قرار سويا لأن هذه الدبابية والغبار لم يشجعنا لنتخذ أي قرار لكن هذا ممكن يكون ممكن يوصف بأنه موقف سلبي نعم ربما يقابله موقف إيجابي مفاده أننا ينبغي أن نساعد الطالبان في هذا الظرف ينبغي أن نساعدهم على التمكن حتى يعترف العالم بهم مش ننتظر إلى أن يعترف العالم بهم نعم لم يصلوا إلى هذا الهد لماذا يا أستاذ عزام؟ لكسر العزم بينهم ومين الطالبان لكسر؟ عزم العزام 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 صح لأن 20 سنة خادوا المعاركة بعدهم ضد بعد ومن السهل أن يتقدموا شيئا فهذا يحتاج إلى الواقع لكن أنت لست لديك هذه المشكلة؟ نعم أنا الحمد لله بعدما انهزم السوفيت أنا وعداته الصلاح في معارك داخلية لم أشترك قط من أجل ذلك يعني لم أقبل أي وزارة اللي كان فيه تتبنى المعارك مثل الداخلية أو الدفاع أو مقابرات كنت في وزارة الحج والأوقاف كنت في وزارة التعليم كنت في وزارة العدلية كنت مثلا في وزارة العلام هكذا ما ما رحت في هذه الوزارات لأن أنا كعالم كنت أعرف بأن المعارك الداخلية حرام أيا كان مبرره هذا حرام لا أحب أن يكون دم واهد مسلم على عاتق يوم القيامة نعم أخي محمد صديق أنا استمتعت جدا بهذه اللقاءات معك أنا شكر لك على ما أعطيتنا من وقت طبعا نحن في العادة بعد أن تبث هذه الحلقات المسجلة إذا كانت ظروف الضيف تسمح نخصص حلقة على الهواء فيما بعدها لكي نتلقى أو نستقبل اتصالات الجمهور لنسمع أسئلتهم أو تعقيباتهم أو إذا كان لدى الضيف بعض المراجعات الاستدراكات الاستدراكات على ما قيل نعم إن شاء الله نأمل أن نراك ثانية بإذن الله يا دكتور عزام أنت تعمر وفقط ولكن فقط شرط بسيط لو كنت موجود لو ما كنت مصافر أنا تحت عمر بالتأكيد إن شاء الله شكر الله لك حياكم الله حياكم الله دكتور عزام ترجمة نانسي قنقر